موسيقى اللي انا شفته النهاردة الحقيقة في القرية يعني بيخلينا نصر على ان احنا نستمر بفضل الله سبحانه وتعالى في اللي احنا بنعمله ده لغاية لما نخلص كل قرى الريف المصري كل قرى الريف المصري مش بس المرحلة الاولى متشكر جدا متشكر جدا ماما انا بتطمن عليكم الحقيقة وعاد اسمع منكم طب انتم ممكن تقولوا طب ايه طب طمننا مش كده طيب شوف انا الكلام ده بقوله دايما وقولته من بدري اوي اوي قلت ان احنا ما حدش يقدر يعمل حاجة لا حكومة ولا رئيسة ولا مؤسسات متين متين وخمسين مليار مش كده دكتور مصطفى والموضوع وصل لتلتمائة وخمسين مليار دلوقتي للمرحلة الاولى فقلنا للمرحلتين التانين حيخشه في يعني حيكمله اكتر من تريليون جنيه الف مليار فقاله كتير قلتلوا ما احنا محدش بيجيب حاجة من ده كله من بلدنا من عندنا من اللي انا قصدته في الاول خالص لما قلتلكم ان احنا نقدر مع بعض نقدر ايه انتو يعني احنا كلنا اسر بسيطة يعني وتشوفوا ان لما لما بيكون حد داخل على موضوع بانه احنا متكتفين مع بعض ونساعد الاسرة دي بنت بتتجوز مش عارف اه اه ازمة مع حد فلما يتكتفوا بتتحل لكن لو سابوا لوحده ممكن بتتحلش فالنهاردة اللي بيحصل في بلدنا مصر على مدى التمان سنين اللي فاتوا وحجم العمل اللي بتعمل لو ما كنتوش انتو معنا فيه انتو مين انتو المصريين اه شباب وشبات رجال وسيدات وحتى الناس الكبر في السن كفاية بدعواتهم ان امور كتير او ربنا سبحانه وتساهل فيها طيب طب احنا في ازمة دلوقتي اه بقنا تلات سنين طبعا بدأت بموضوع اه كورونا وده طبعا كان ليه تأثير كبير جدا على العالم وعلينا لكن المهم احنا موقفناش احنا في مصر موقفناش طب جات الازمة الروسية وكان لها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي اه يمكن تكون بطقتنا شوي يمكن تكون بطقتنا شوي يمكن تكون غلت الاسعار غلت ايه اه وغلتها كتير اه طبعا بس انا عايز اقول لكم على حاجة بس خلي بالكم برضو احنا في التلات سنين دول زدنا ستة مليون زدنا كم انا مقصدش بالكلمة دي اي حاجة لكن بحط قدام منكم برضو السورة جمي بعضها وكتنا قلت مرة بس مش حاول الاعداد يعني مش حاول الدول يعني وبقول لكم عندنا في مصر نتيجة فضل الله علينا والامن والسلام اللي احنا عايشين فيه فيه تسعة مليون ضيف كم تسعة مليون ضيف وفي السبع اسابيع اللي فاتوا دول عبر نتيجة الظروف اللي بتحصل مع اشقائنا في السودان اكتر من متين وعشرين الف متين وعشرين الف متين وعشرين الف انسان دخلوا عشان الظروف اللي موجودة وبالمناسبة ويمكن من هنا فرصة ان اقول لاشقائنا في السودان واقول لأي بلد خلي بالكم لما كنت اقول دايما خلي بالكم من بلدكم خلي بالكم من بلدكم كان الناس يقولوا ايه هو بيقولي الكلام ده ليه هو بيقولي الكلام ده ليه كنت بقولي الكلام ده لان انا شفت وربنا اراد ان احنا كلنا نشوف لما حصلت مشاكل في بلاد اخرى البلاد دي الناس ما يديرش تقعد وثابت بلادها وجد جدت عندنا وجدت في حتات تانية جاءت عندنا وجاءت راح الدول تانية يعني انا قلت مش عايز اقول دول عشان ما حاركش حد لكن اعرفوا ان الدول اللي حصل فيها مشاكل واقتتال جاء منهم عندنا هنا ملايين عايشين معنا طيب احنا ظروفنا صعبة كنا ممكن نقول لا بيخش المدرس بتاعتنا المستشفيات اللي موجودة اه يعني احنا بنتشارك اللي موجود اللي موجود مش كتير اللي موجود مش كتير لكن احنا ايه بنتشارك فيه طيب احنا بنحاول نخفف من قصار الازمة اللي احنا بنتكلم عليها قبلها تلات سنين ما لها تلات سنين ده مدة مش بسيطة في عمر دولة انها تفضل تقاوم اه ازمة كبيرة جدا مش على مستوى مصر على مستوى العالم كله وليها تأثير على دول يعني اقتصادها اقوى مننا وليهم يعني يعني ليهم دول غنية يعني فاحنا بالرغم من كده بنقول الحد الادنى تبع الحاجة موجودة موجودة انا عايز اقول لكم وبرضو كنتوا اكلم اخواننا المزارعين في الموضوع دول قلت لهم قلتوا قلت لنا اعملوا اسعار استرشادية مشجعة صح يا دكتور حاضر عملنا اسعار استرشادية مشجعة طيب لما عملنا الاسعار ديت انا مش جاي اقول يعني قالهم حد لكن انا باتكلم مع نفسي مع اهلي احنا كل اهم ليه انتوا اهلي اهم ليه وليه الشرف والله عملنا خمس سلع وحطونا سعر استرشادي مشجع على الناس تعملون اول ما اخواننا المزارعين وهم اليوم حق لقوا سعر الرز حد تاني قدم اكتر يا دكتور بصفرح ايه راح مدي يقولوا بس خلي بالكم انا كنت باخد الرز ده بحطه في التموين بحطه فين في التموين طيب التموين بيمس كم حد يعرف هقول لكم سبعين مليون التموين اللي كم سبعين مليون فانا لما كنت هاخد الرز ده بالسعر اللي انا اعلنته المشجع اللي هو اعتبرته انه هو يعني اه يشجع المزارعين عليهم ما يزرعوا لما لقوا انه فيه فرصة احسن عمله يا دكتور راحهم بعوه لا بأس لا بأس جوه مصر حيوصل لاخر للناس بس حيوصل لناس سعر ايه غالي بقى ما انا اللي كنت باخده وبيعوا بسعر ايه مدع لكن لما حد تاني حياخده هيبيعوا بقى زي ما اشتراه يعني انا كراجل في القطاع الخاص خدت كيلو رز مسلا ووصل معي سبعتاشر تمنتاشر زي ما اجيبه مش هبيعوا بقى بنفس السعر ما انا جيبته ليه ابيعوا بعشرين ابيعوا بواحد وعشرين زي ما انا ولا يا دكتور لكن احنا كدولة لما بناخد ده هو الامح ليكو كلكو بقول الانتاج في مصر ممكن يبقى تمانية تسع عشرة مليون تن خلي بقى لكم عشرة مليون تن طيب ايه حد يقول لي ايه اصرحنا في الريف عندنا بنخلي عندنا دي في البيت يعني امح في البيت يعني عشان بنعمل شد حاجات كده في المناسبات المختلفة طيب احنا اللي خدناها لغاية دي لوقتي تلاتة ونص ولا تلاتة ونص مليون تن يعني في في البيت كم تن ستة ونص مليون ستة ونص مليون تن طيب هو المخافز بتاعة الدولة وبتاعة الناس على مستوى الدولة بالكامل بتبيع لي مين للناس كلها لي مين طيب انا لما باخد الامح ده اي مكان السعر اللي انا اخدته به هو انا وبرضو بقول الكلمة دي عشان ما حدش يقول لي الله انت بتتكلمه كأنك انت صاحب الحكاية لا انا بس مسؤولي معاكم لكن انا من صاحب الحكاية ومحد الصاحب الحكاية احنا صحاب الحكاية احنا صحاب الحكاية بس خليني البحيرة اكبر اكبر محافزة زراعية مش كده ولا ايه عشان كده يعني براكل شوية في موضوع الامح والرز والكلام ده بس انا كنت هاخد الامح ده ارغيف بيكلف تامانين قرش ببيعه كام خمس قرش مش كده يا دكتور مصطفا خمس قرش يعني انا مش باخده حبيعه حتى بتامان لكن لو حدي تاني يخده حياخده عشان يتاجر فيه طب انتو النهاردة لو انا ما لقيتش ان الامح اللي موجود لان انا عمل دايما كدولة ان احنا يبقى عندنا رصيد احتياطي ما يقلس عن الخمس ستة شهور واحنا حرصنا على كلام ده بقى لنا خمس سنين مش كده وقلنا ان احنا يبقى دايما عندنا رصيد الرز الامح الزيوت اللحوم والدواجن ما تقلش عن ايه عن ستة شهور عشان يعني ما تحصلش ازمة والكلام ده كان في المتجاز قبل كده كان فيه مشكلة وبينا نفس الكلام موجود عنه لا بأس فانا كنت احاخد الامح ده بالسعر اللي انا قلت عليه ده وبعد كده حديلي الناس اللي هو المدعم بخمس قروش طيب لو انا النهاردة ما لقيتش الطلب ده موجود في العشرة مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر بيعملهم مين مزارعين مصر هتطر اخد منين هشري من برا وهنا الموضوع ده يجيبني على حاجة الموضوع الدولار الموضوع الدولار وده ليه تأثير كبير جدا على الاسعار في مصر طيب انا لما كل ما يكون فطورتي من الدولار تزيد لازم لازم ده يبقى عبق على الاقتصاد لان احنا عايزين نجيب حاجات اساسية مش بس الاكل والشرب انتو عارفين في زيت الطعام انتو اصدوا يعني يعني في الريف الناس متاخدش بالها قوي كان زمان من اربعين سنة وخمسين سنة العالم الريف كان بيغطي حاجته الريف كان ايه حدا كان بيجيب زيت ده كان عايبة قوي حدا كان يقدر يجيب زيت في البيت زيت زيت كان عايبة جدا في الريف huh يعني ما اول احنا ناكل بزيت حد ناكل بسامن بلدي حدا كان بيروح يشتري بيضة من الشارع حدا كان بيروح يشتري اش performing الشارع? من اي حد يعني? لأ. كان البيوت عبارة عن وحدات انتاجية صغيرة. ده كان الريف المصري. ايما كان عدده. لو كان الريف من من اربعين سنة عدده عشرة خمستاشر مليون. كان بيغطي نفسه. وكمان بيطلع جزء للحضر. لعواصم محافظات يعني محافظة البحيرة يبقى يطلع لها من جوة اه مراكز البحيرة يطلع لهم بيد ويطلع لهم ده وده. ده ما بيحصلش دلوقتي بالمستوى اللي كان. ممكن يكون فيه شوية. فبقت الدولة النهاردة معانية انها تغطي كل الطلبات ويبقى كلام ده متوفر. احنا تحولنا من حالة كنا موجودين بيها. قبل كده. لحالة تانية. وبعدين بنقول ليه احنا زرفنا? وليه الاسعار? بقت كده. ما انتو بتتكلموا او احنا بنتكلم على في بلدنا مصر اه كنا في مثلا لغاية اتنين وخمسين تسعتاشر مليون عشرين مليون صح كده? تسعتاشر عشرين مليون. كل ايه? كل مصر. ريف وحضر. عشرين مليون تسعتاشر مليون. في اتنين وخمسين. ثم اه في عهد سادات الله يرحمه اه وصلنا الاربعين. يعني انا دايما بجيب حلاء يعني توقيتات كده الدكتور مصر بيقول لي اتنين وثمانين. الرئيسة دات واحد وتمانين اه يعني السوشيل يعني اربعين مليون. وبعدين في الفين واحداشر كنا تقريبا تمانين مليون صح كده? النهاردة احنا مية وخمسة. واحنا عاديين من ندردش مع بعض كده? فات كم ديه? كل خمسة عشر ثانية في مولود ربنا يزيد ويبارك يعني. كل ايه? يعني كل ديه اربعة. لو احنا بنكلم بان عشر دايق في اربعين ديف جداد جوم. كده يعني. فارجع تاني اقول ان احنا الحد الادنى اللي احنا قلنا ان احنا بقى فيه المواد موجودة طب حتى لو كانت غلع شوية. بس مش ممكن ابدا ننزل ونقول ايه? مفيش. بس انا بكلمك على احتياجات كام? بكلمك على احتياجات مية وخمسة? لا. مية وخمسة زائل تسع. يبقى كام? مية اربعة عشر. فمنحاول بس بيكم وبجهدوكم وبدعموكم وقبل ده كله بيبقى بدعواتكم. الناس الطيبة الناس الطيبة كتير في مصر. اه طبعا. متشكر جدا. انا قبل ما اجيلكم كنت عديت على در اه المسنين. فدخلت اه اشوف اهلنا الكبار من اه يعني السيدات والاه والرجال اللي موجودين. انا عايز اقول لكم انا كنت في حالة تانية خالص. وانا والله الناس الكبار دول ليهم عند ربنا مكان. الناس الكبار اوي. ليهم عند ربنا ايه? مكان. وانا شرفني وانتو عايز اقول لكم بقوا بقوصوا على الحاجات ديت لو كان عندكم وقت يعني. هتجدوا طاقة جميلة جدا جدا بت اه رحمات ربنا بقى مع الناس اللي هم الافاضل دول. فطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا مقام سيطرين على الامور. اللهم امين يا رب. الامور ماشية. ولازم زي كل حاجة ما بتحصل في دنيا ربنا. في دنيا ربنا. كل حاجة لها بداية وتنتهي. اي ازمة بفضل الله بتعدي. انا اه يعني كنت منتبه اوي في مسيرة عمري على الازمات اللي عدت علينا في مصر. وشفتها انها كانت تساعد بعضها اقول معقول الحاجات دي هتخلص. وخلصت. فاللي احنا فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم مع بعض يعني. هنعدي من كل الازمات اللي موجودة. وحالنا يبقى احسن. انا اتصور. انتم لو تشوفوا اه انا باتكلم هنا عن ناس الكبار شوية. اللي هم شافوا الريف زمان. شكله كان عمل ازاي? احقول كلمة بس حد الشيز علينا. مش كان الناس زمان بتاكل الدورة السفرة ولا انا نسيت. ولا ايه? ها? مش كان الدورة السفرة اللي بتتاكل. تتعامل. ها? والشعير وكده. مش كده? وكانت يعني يعني طبعا مع الوضع في الاعتبار ان يعني الريف كان شكله جميل لان كان عدد ومش ضغط يعني. لكن دلوقتي اه الدنيا اتغيرت خالص. وده اه امر احنا نحبه ونجري عليه اكتر من كده. هو النهاردة لسه كنت بقول برضو لاخواننا المزرعين. بقوله النهاردة الترعة اللي تبطانت ديت. هتعود على مين? علينا كلنا. لانها لما تقود عليك عادت علي. بل ما انت سعيد انا مبسوط. مفيش كلام. وقال لي يبقى انا مش منكم. لو فرحتكم. ما تفرحنيش يبقى انا مش منكم. ولو زعلكم ما يدائنيش. يبقى انا برضي. مال احنا موجودين ليه? وبعدين في النهاية بقى. ربنا يا خليك. ربنا يا خليك. انا مش عادك تبقى وراين. عادك تبقى جنب مني قدامي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده. احنا بخير. وهنبقى بخير اكتر. وبيكوا وبجهدوكوا وبتحملكوا. هنبقى بخير اكتر. ولازل يحفظنا كلنا. يا رب يحفظنا كلنا. شكرين جدا. شكرين. تفضل. 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 طب استنى بس عشان يقولك ميكروفون عشان الناس كلها تسمعك. في ميكروفون? وتشكر جدا. تشكر. تشكر. قطر الف خيرك. تفضل. اه عمر هي بحجاج. انا مفتش في جهاز المركزي للتعباء العام والاحصاء. امين حزب حماط الوطن بمركز كفر الدوار. رئيس مجلس اباء محافظة البحيرة الازهرية. اولا شرف لنا اليوم دول قدومة واحتبر عيد. كل سنة هنحتفل به لقدومك لنا في محافظة البحيرة. احنا لنا طلب عند حضرتك. عندنا اتنين وعشرين فدان هنا في البحيرة متبرعة بهم واحدة من سنة خمسة وستين. ونفسينا نعملوا جمعة فرع جمعة البحيرة الازهرية هيخدم اقليم وجه البحر كله. طبعا احنا عندنا الطلب يا رئيس بتسافر يا اما القاهرة يا اما اسيوت. فالارض موجودة وان شاء الله انا واحد من الناس هتبرع بعشرة في المية من اللي ياتيبي لمدة سنة للجمع الازهرية. مش هيكافي. مش انا الواحدة يعني انا كفرد اه من مية وخمسة مليون واكيد حضرتك هتتبرع. انا على عيني اه اكيد حضرتك على عيني احب. اكيد حضرتك حضرتك. فيعني احنا بنطلب شعب البحيرة من حضرتك فرع لجمعة البحيرة الازهرية والارض موجودة احنا قدمنا الطلب لفاديلت الامام ورئيس الجامعة وجوه معينه المكان. فاحنا بنرجو من حضرتك ان الموضوع دي يعني حضرتك اني. طب انا حاس عليك سؤال. اتفضل يا رئيس. تفتكر الجامعة دي تتكلف كم? طبعا الجامعة دي هتكلف ماءة الملايين. كان. ماءة الملايين. مش انتو المفروض ان انتو تكملوا الموضوع. اه. يا دكتور مصطفى. نشوفوا الموضوع دا اولا. بس انا بقولك. اه. الجامعة دي عشان تتعمل على اتنين وعشرين فدان. اه هيبقى فيها تخصات مختلفة يعني. طبعا. وانا مش بقول ان احنا مش ان احنا بينهم ما نعملش. اه. بس انا عايز عليك الا حاجة. احنا الجامعات اللي اتعملت. على مستوى الدولة. خلال الست سن اللي فاتت. تكفي تكفي الطلب على التعليم لغاية الفين كم يا دكتور? الفين خمسين. كم? الفين وخمسين. اما ليه? لا انا عايز اقولك بس كم انا قلت ايه? اه بروح السيوت. لا. انت عندك في برج العرب. في الجامعة اليابانية. مصري اليابانية. ده الازهر يا رئيس. حاضر 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 يعني. حاضر. انت النهاردة عايز تعليم. سواء كان ازهر او غيره. انا انا ممكن اقول لك ايه? حاضر وندرس وخلاص. بس انا ما اتعودتش اعمل كده. اتعودت ان انا اتكلم معاكم بكل اه موضوع ايه. انت حتقول دلوقتي وتقول ايه? الرئيس اقل. لكن النهاردة لو قلنا وجامعة عصرت يبقى انا ايه? مسؤولين. تقولي ايه? الارض اهي? اش معنا انت قلت الارض ايه? الارض جاهزة من خمسة وستين. اه. اه. قولي والفلوس جاهزة. ويبقى القرار ايه حاضر? يبقى ليه يا دكتور. القرار حاضر. ماشا يا رئيس. طبا. شكرا يا فندم شكرا لحضرتك. تسمح لي ليجي نسلم على حضرتك. حاضر. ممكن دي. دلوقتي. شكرا لحضرتك. شكرا لساعد صدر حضرتك يا فندم. ابدا ابدا ابدا. احنا بس يعني طمعين في كرم حضرتك فرصة بقى ان احنا نستسمحك في المدخلة كمان ممكن من احد الاهالي. شكرا يا فندم. حستازن حضرتك في المدخلة كمان بعد ايزنك. مش وسهلا بيك يا فندم. دكتور رسما البالكي اه مدير مستشفى ده انهور التعليمي. عضو التحالف الوطني اه امانة البحيرة. اه اه اتشرف فندم ان انا اه انهاردة اكون احد المرحبين بسيادتك في على ارض محافظة البحيرة المحافظة العريقة. اللي هي اتشرفت النهاردة شرف عظيم بوجود سيادتك. اه اه انهاردة فندم اه اه بشكرك على التحالف اللي اصبح مظلة بتجمع الجميع اه من من كافة الاتجاهات السياسية والمجتمعية لخدمة الوطن ودعم سيادتك افن. اه بالنسبة النهاردة احنا بنحتفل بحياة كريمة. برضو احب اشكر حضرتك على المشروع العظيم. اللي نتائجه بينه وانجازاته موجودة على كافة ارجاء وربوع مصر. النهاردة احنا موجودين في قرية من قرى البحيرة. انا سيخصيا يعني ما كنتش مصدق ايه المنظر اللي انا شفته. لان ده فعلا الكلمة اسم على مسمى. فعلا حياة كريمة. يعني الاختيار كان سليم يا فندم وقوي وتم تنفيذه على ارض الواقع. النهاردة انا كمان حيش اشكر سيادتك فندم على اه مبادرة انهاء قوام الانتظار. وده بحكم تخصصي. انا فندم عايز اقول لساعدتك ان انا كمدير المستشفى ده منهور حضرت المرحلتين. وانا عايز ابلغ ساعدتك وكافة الحضور. ان احنا عملنا تلتاشر الف حالة ربعمية واثناشر حالة. لغاية مبارح بالمرحلتين. بيضموا جميع التخصصات اللي كانت صعبة جدا. وانه هي كتخيال بالنسبة لنا انها تتعمل في المستشفى الحكومية. حضرتك اكتر من خمس سلاف حالة رمض بتشمل الشبكية زرع القرانية والكاتركت وخلافه. حضرتك اكتر من تلتالاف وخمسمائة حالة اسطرة. اه واسطرة دعم الحياة اللي بتشغل اربع عشرين ساعة انقذت الكسير. اكتر من تلتالاف وخمسمائة حالة. حضرتك اكتر من الفين وخمسمائة حالة تسبيت فقرات. اكتر من تسعمية خمسة وسبعين حالة تغيير مفاصل ومناظير ركبة في حالات عالية الدقة ومتقدمة. حضرتك ستاشر حالة زرع كبد واثنين حالة زرع آآ آآ كلا وهو مشروع احنا فرحانين به هنا جدا في البحيرة انه هو اصبح زرع الاعضاء موجود على ارض البحيرة. حضرتك بقى عايز اقول ان ده مش كانش ممكن يتحقق ابدا لولا دعم الدولة ولولا المبنى التخصصي اللي هو اتفتح في عاد سيادتك حاجة مفخرة حاجة اعلى من على اعلى التقنيات وبها احدث التجهيزات سمحت لينا ان احنا نقدر نرفع عن كهل المواطن ونرفع العب ونساعد في الدولة في احنا يعني كاكاكاكا لان احنا استمدنا الروح القتالية دي من تساعدتها كفاندم فاصبح ده بيساهم المجهود اللي بتعمل ده اظهار دور الدولة وانجازاتها حضرتك قلت ان فيه ازمة والازمة موجودة وكلنا حاسين بيها بس بالروح القتالية اللي حضرتك بستها فينا كلنا في مجالات العمل المختلفة استطيع اقول لسيادتك ان ان شاء الله هنعديها وانعديها زي ما حضرتك وعدتنا وحتبقى مصر ام الدنيا زي ما حضرتك قلت شعب البحيرة شكرا دكتور اسامة شكرا لحضرتك فاندم وعمره منسة ان حراك انقص مصر من الارهاب والارهابيين فاندم شعب البحيرة كله معاك توكل على الله فاندم وكلنا مش شكرا دكتور اسامة طب انا خليني الدكتور اسامة تكلم على البحيرة بس فضل دكتور اسامة انا عايز اقول لكم ايه لما اتعرض علي الموضوع ده من اربع سنين مش كده دكتور مسابق اتعرض علي قام الانتظار كانوا اتناشر الف كانوا كم اتناشر الف وكان ساعتها يعني فيه جهات كتير جدا تبرعت انها تمول تنهي القائمة اللي ات فانا قلت لهم انا بقول لكم ان قوائب الانتظار مدت مليارات جد من جهات كتير زي الازهر وزي يعني البنوك ومؤسسات المجتمع المدني لكن انا بقول لكم احنا كنا بنتكلم في اربع سنين في اتناشر الف لما دخلنا الموضوع واشتغلنا عليه بقى اتنين مليون في اربع سنين اتبعنا كنت متوقع كده اه ليه احنا بنقول ايه الازمة اللي عندنا ازمة على قد دولة بقوامة مية مليون ومية وخمسة مليون فيها طلبات في كل شيء في التعليم تتكلم ماشي في الصحة تتكلم ماشي في الطرق تتكلم ماشي في السكة الحديد تتكلم ماشي في الكهربا تتكلم ماشي في اي موضوع تتكلم فيه هتجد لكن الاجابة يا طرى بفضل الله سبحانه وتعالى حجم عبرنا للحاجات ديت معقول ولا مش معقول حاسين بكرم ربنا لنا ولا لا انا بتكلم مجد بتكلم مجد فالنهاردة احنا متوقفين عند الاتنين مليون لا اه صحيح صحيح يا ربي يستر علينا دايما يا رب انا كنت عايز اه يعني مفيش حد حضرتك يعني تنحازل لصيداتك. طبعا فضال اي افاهم. فضال. ممكن المايك. بسم الله الرحمن الرحيم الاول بنرحب سيئلة الريس البحيرة نورت والله النهاردة مع حضرتك الدكتورة بوسينا محمد جنيدي استشاري النساء وتوليد ورئيس قسم النساء وتوليد مستشفى بحمص وأمينة البارة عن حزب حماية الوطن في محافظة البحيرة وبالنسبة لنقطة اللي حرية تكلمت فيها اللي هي تنظيم الأسرة وعدد الموليد وكده أنا ما اتكلمتش زيادة عدد الموليد يعني حضرتك احنا هنا في محافظة البحيرة دكتور هاني جميع وكيل الوزارة عملنا مبادرة ياريت تطبع على المستوى الجمهورية وهي ان احنا بنركب الوسيلة أثناء العملية القيصرية ودية بتحد جامد من لان الست بتولد بعد كده بتقعد تفكر فترة طويلة وكده فالمبادرة دي جايبة نتيجة كويسة معنا جدا يعني انا عندي في المستشفى حوالي وصلنا ل97 و98% اللي احنا بركب الوسيلة أثناء العملية القيصرية فدية لو طبعت على المستوى الجمهورية اعتقد ان ايها حتجيب نتيجة كويسة جدا بإذن الله وإحنا بنحب حضرتك جدا في محافظة البحيرة واسقين في حضرتك جدا ومكملين معاك بإذن الله وطحية مصر طحية مصر طحية مصر شكرا يا دكتورة فضالي حاضر حاضر ممكن حد من الشباب طيب رحبت البحيرة يا رئيس وشرف لنا كلنا محمد بركات امين الفلاحين بجالي عشرين يوم عملت عشرين عدوي الفين عدوي في عشرين يوم بتكلم مع الفلاحين بقول لهم احنا بنأيد الرئيس بتاعنا يعني بنأيد مصر بنأيد الوطن بنأيد الرئيس بتاعنا يعني مصر آمنة بفضل الله بفضل الله وبفضل سعدتك مصر آمنة معنى ان مصر آمنة في سياحة في اختصاد في استثمار للاجانب بلد آمنة تيجي تعمل مشاريع ليا والأولادنا من بعدين وشكرا سابت رئيس شكرا بزيلا ممكن مشاركة حد من الشباب بعد اذنكو ماشي تفضل تفضل نورت البحيرة رئيس شكرا شكرا كل شباب البحيرة بجد بشكرك ان حضرتك بجد اديتنا امل ان احنا بقينا كشباب بنشوف رئيس الجمهورية وبنقعد مع رئيس الجمهورية وبنتكلم معاه انا محمد الرومي امين الشباب في حزب مستقبل وطن بمركز ده منهور وعدو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في البحيرة اهلا والسلام نورت رئيس وانا بس رئيس حابب اقول له حضرتك كلمة واحدة الشباب اللي طلع اليومين دول هو شباب عايز صورة يناير وعايز صورة تلاتين ستة شباب بدأ مع حضرتك من البداية وشباب بجد كان من البداية خالص ناوي وحابب البلد دي كلها احنا رئيس عندنا انتماء كبير لبلدنا ومنحب وطننا وعايزين كلمة من حضرتك انك تطمننا بجد على بكرة وعلى مستقبلنا احنا كشباب لان احنا دايما في ظهرك وفي ظهر الكيادة السياسية وفي ظهر الجيش وفي ظهر القضاء وفي ظهر كل مؤسسات الدولة بس عايز اقول له حضرتك اريس السوشيال ميديا وتأثيرها علينا كشباب احنا الحمد لله وعيين كويس جدا في مجموعة من الشباب طبعا بتروض بس الغالبية كلها موجودة اريس وخصوصا الشباب الموجود ده عاش وشاف احنا عشنا قرية زي اللي بعدية دي اريس احنا شاركنا فيها مننا انا واحد من الناس شاركت في شغلها وشغال في شركة شغالة في حياة كريمة في القرية دية ان شاء الله بإذن الله بلدنا احتبابينا اقوى بس محتاجين ان حضرتك تطمننا على مصر بكرة مصر اللي فيها شباب ناوي ابني مستقبل مصر بجد شكرا رئيس شكرا سيد محمد شكرا سيد رئيس انا عارفة انه كلنا كل واحد فينا نفسه يقول كلمة لحضرتك وعدنا حضرتك ان انت تتكلم يا حضر صباح الخير يا رئيس صباح الخير اولا مش عايزة اقول يا رئيس لان انا بعتبرك زعين مش رئيس انا اخوكو انا اخوكو زعين اخوكو انا والله اخوكو بس لا والله زعين معاك دكتورة امل مختار في ليه في الطبيب بطنة مستشفى رشيد العام تمام الاولا انا عدو التحالف الوطن التنموي بشكر سيادتك جدا على التحالف اللي قتحته لينا التحالف اللي ضم كل المخلصين للوطن والدعمين لسيادة الزعيم عبدالفتاح السيسي التحالف اللي المظلة بتاعته ضمت كل واحد محب الوطنه دون النظر لاي حزب سياسي او اي تعصب او اي طائفية ده نمرة واحد نمرة تلين يا رئيس انا بحب اشكرك عن مبارات الكتيرة اللي عملتها من خلال التحالف ومبادرة ازرع مبادرة ابدأ ولكن في حاجة هي قديمة شوية بس انا كان نفسي قوي 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 اقابلك من سنين عشان اشكرك ووصلك حب الناس ليك ودعوتهم ليك من خلال عملك نائب مدير مستشفى عزل رشيد بشكرك على الادوية الغالية جدا اللي انت وفرتها للشعب المصري كان فيه حقن بيجينا بتطبع برا في السوق سيطة بخمسين الف حقن الاكتمرة والمونوكلونة تحت قيادة وكيل الوزارة الدكتور هاني جميعا ودكتور عبدالوهاب منسي مدير مستشفى رشيد العام يستحقوا كل تكريم وحضرتك فوق الكل وفرت مبالغ باهزة الحقن يا رئيس كان بتوصل لاربعين الف جنيه كنا بنده كله وكان بياخدوا الحقن دي حقنتين بس كان ممكن ينقذ حياة اي انسان سيادتك كنت عاطي اوامر للمدرية وكنت عاطي اوامر للوزارة الصحة قسم بالله كان المريض بياخدها في حياته انه خلاص هيموت ده اخر طلقة بقى الدهالو ده اللي ممكن تنقذ حياته والله العزيم يا رئيس ناس كان بين الحياة وفي الموت عتنفص صناعي شفيت بفضل الله وفضل ما عليك بسبب الحقن ورعايتك والمصروف الجامد اللي الدولة اصرفته في ظل الازمة الاقتصادية اللي كن العالم كان بيمر بيها نمرة اتنين سيادتك الدولة الوحيدة اللي عطتك كل مرتب كامل وعادته في البيت ايام الكورونا دول انا عرفها زي الامارات اخواتي مسافرين كان لو قاعد ما ياخدش مرتبه سيادتك عطت له كل مرتبه وكامل مش بس كده وبس وحضرتك كمان العمالة الغير ممتزمة صرفت لها برضو مرتبات سابت تمام نمرة اتنين يا رئيس برضو موقف بالنسبة للدول اللي انا عايز اقولها لك انا اخواتي لمسوها اول سيادتك لما مساكت زعيم لجمهورية نصر العربية ايام المجلس العسكري ومش عارق ومش عايف قالولهم اه من تلوكوا حقا تتكلموا من تمسوككم ميه من تبقى يا رئيس باكو الزعيم عبد الفتاح السيسي صورة كتفي كل محاكم دبي كل محاكم دبي وكل محاكم عبوظوك صورة متعلقة من الشعب الاماراتي اخويا قال لي بقى يحترموني وقولوا لما انت مساك قعد الفتاح السيسي بشكرك على الطرق الطرق اللي فيه بعض من الناس اللي انا اقول سرف فلوس كتير على الطرق الطرق دي يا رئيس بتخليني اوصل نص ربع الوقت عشان اروح الكهرة واروح اسكندرية اول كنت باخد وقت طوي وبعدان الطرق اللي مزعلة بعد الناس طيب ما الطرق دي مفيش استثمار من غير طرق مفيش صناعة من غير طرق مفيش دخل قومة هيجينا وفلوس جنة من غير مصصناعة من غير استثمار الطرق اهم شيء انا بشكرك على كل حاجة وبحبك جدا بحبك جدا بحبك جدا يا رجل شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا يا فندم حاضر لا ديني فرصة ارد على محمد لانو سأل سؤال مهم وعالدكتور ابو سينا برضو بص يا محمد احنا يعني كدولة كنا حرسين على ان احنا العمل اللي احنا نعمله للدولة المصرية ما بقاش مرتبط بفترة زمنية مؤقتة يعني بفترة التواجد الحكم بتاعنا ويبقى كفاءة كده لا احنا كان كل شغلنا في الدولة المصرية تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية دلوقتي وللعشرين تلاتين سنة قادمين بدا اللي انا قلت ايه انا عندي جامعات الفين خمسين قلت كده يبقى ده معنى ايه ان ده موضوع احنا خلصناه ودلوقتي قدر اقول ان انا متطمن ان ما بقاش فيه مشكلة لا في القاهرة بس ولا في اسكندرية فقط لا ده اتعملت على مستوى خريطة الدولة المصرية بس يا محمد محافظة البحيرة مرتبطة بوادي النطرون ولا انا مشوخ بالي بيتعمل دلوقتي يا محمد على الاقل في المكان ده اتنين مليون فدان كم يا محمد طيب البحيرة فيها كم الف فدان يا اكبر محافظة بمصر مش كده خطبانك طيب وانا جاي دايما ببص كده من الطيارة اشوف حجم المباني البيوت اللي مبنية على الاراضي ازراعية بيزيد ولا واقف السابر زي ما هو كده يعني ماشي قلت شوية لكن اللي اتنين مليون فدان اللي بكلامة اخلم دولي محمد مفيش بيت واحد مفيش ايه ولو حنعمل بيت فيه تخطيط عمران اللي بيتم للمكان ده لو حنعمل بيت حيتعمل في المناطق اللي غير صالحة للزراع على الاطلاق صح كده دكتور يعني في اراضي مسلا سخرية ولا حاجة في وسط خمسين ستين الف فدان نم نعمل مركز حضاري معمول على اعلى مستو انا بتكلم في كم في اتنين مليون فدان طيب هتقول لي يا فن طب انا فين انا فين هم هتزرعوا ازاي لا يعني الارض دي طب انا فين انا يعني طب انت عملت كده طب انا فين هقول لك يا محمد الحد الادنى انت لو عايز فرصة تعمل حتى ايه هتجد في المكان ده دي نقطة نقطة تانية طب في بيت مصر في بيت مصر بلا مبالغة هقولهم بالارقام عشان في سينة ربعمائة وخمسين الف فدان كم عشان برضو احنا يهمنا ان احنا نبقى التنمية في كل حتة وما نقولش في مكان احنا نسينا وممكن يعني يحصل له حاجة سينة ربعمائة وخمسين الف فدان وتعاملت محطة بحر البقر بتدي خمسة وسبعة من عشرة مليون متر لصالح الكلام اللي انا بقول عليه دي الماء دي كانت بتروح فين يا محمد انا بقول لكم ليه كنتوا يمكن تكون ما تفرقش معاكم الماء دي كانت بتترمي في بحيرة المنزلة بحيرة ايه المنزلة خدنا جزء من المية الصرف الزراعي دي ودخلناها شرق القنال شرق القنال وتعاملت بحيرة معالجة يا اسف محطة معالجة بخمسة وسبعة من عشرة مليون متر مية ونفس الكلام جوه في المحسامة عملنا محطة معالجة تانية مليون متر مية في اليوم مرضو مية صرف الزراعي كانت موجودة بتترمي في بحيرة الدمساح اقصد ايه عشان المية دي كانت بتترمي يعني ما بتستخدامش مهضرة هي اقصر في زراعي لكن كان ممكن ايه تتعالج نتخلص من السماد ونتخلص من من الكيموي اللي موجود فيها واي حاجة تانية مضرة وتبقى بس يمكن نسبة الملوحة اعلى من المية الطبيعية شوي انا بشرح لك ليه بشرح لك عشان افهمك مش الكلام ان اقولك ايه اتطمن يا محمد على بكر لا انا حقولك اتطمن يا محمد رح شوف رح ايه شوف طيب ده سينة طب احنا كنا بنتكلم على ودي النترون انا قلت اتنين مليون لكن احتمالي بكم يا محمد اتنين ونص مليون كم اه لان احنا بنعمل تصنيف حقلي للارض ديت عشان نطمن هي المرتبة بتاعتها تلاتة اربعة واحد كده لكن بيتعمل بيتعمل حاجة محمد ما بتتعملش هنا في البحيرة ولا في محافظات الدلتة ان احنا بناخد المية عكس الاتجاه عكس ايه يعني المية المية هنا جاية لكم بالراحة زي ما بيقولوا مش بيسموها كده بيقولك بنروي بالراحة يعني المية جاية من العالي على الواطي انا باضطر اخد المية من الواطي للعالي ودلوقتي بتتعمل مشروع كبير جدا في اسمه في مستقبل مصر هناك عشان الاتنين مليون فدان دول بناخد من المصارف الزراعية اللي موجودة في الدلتة عندكم في البحيرة وغيره وبنجمع حوالي سبعة ونص مليون متر مية يوم واخدونه معاكس الاتجاه يا محمد عاكس ايه؟ بمحطات رفع خمستاشر محطة كم؟ خمستاشر محطة رفع كل محطة لوحدها ده كلام يعني يعني مش عايز اقول ليه لازم تشوفوه لازم تروحوا تبصوا على حاجات دي بين محطة رفع ومحطة رفع تانية فيه يترعة معمولة خرصانية او مواسير توصل المية من دهل ده المسافة دي ايه؟ مية واربعين كيلو كم؟ مية واربعين كيلو لغاية محطة احنا لغاية الوقت تبينوها على الحمام لكن احنا حنسميها اسم تاني في منطقة الحمام يعني بتعمل كم متر مية في اليوم يا محمد؟ سبعة ونص ما تنساش سبعة ونص مليون متر مية في اليوم ها؟ نهر جديد نهر جديد بس المية دي برضو كان بترمي في المكس مش كده يا دكتور؟ يعني فاهم يا محمد؟ يعني كان بترمي في المكس انت هنا بتتكلم على قطاع واحد قطاع ايه؟ واحد عشان توصل المية ديت وتعمل لها معالجة تعمل خمساشر محطة رفع وتنزل المية ديت بعد معالجتها عشان تزرع بيها هي والقبار اللي موجودة هناك تزرع اتنين مليون فدان اتنين نص مليون فدان ده ارقام هائلة جدا عارف الفدان يا محمد وصل لكم تكلفته؟ يعني لو انت جيت اللي هارده قلت المليون فدان انت بتتكلم في تلتمية الف جنيه الفدان يعني كام؟ يعني تلتمية مليار يا محمد بصيلي كم؟ للمليون فدان انا في البحيرة لو عايز اعمل مليون فدان انكم تحصف ربع المبلغ ده؟ لأ خالص عشان كده بقول لكم ايه؟ الارض الزراعية بتاعتكم خلوا بالكم منها ده كنز كبير قوي السكن ممكن يتدبر ان احنا نعلي فوق اللي بديناه او طب ملا احنا بنعمل سكن عواصم المحافظات جنبك هنا ليه؟ شايفوا؟ اللي هو العشر تدوره اللي اتنشر دول بنعمله ليه؟ انا بقول ان ده ارحم من ان احنا نبني على الارض الزراعية طيب احنا قلنا كده طب في توشكا وشارل العنات فيها دي توشكا وشارل العنات بنتكلم من تمنمية لتسعمائة الف فدان كم؟ اه طب ما تقول لي دول بعيدة اقولك ما هم مش بعيدة على بتاعها اسوأ مش بعيد ايه؟ على بتاعها اسوأ ورايبين منهم برضو بتعمل فيهم محطة رفع وطرع وحاجة شوف يا محمد اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس مين ربنا مش حدي كامل اكمل لك بقى مش عايز تسمع انا ما بقلقش خالص من موضوع السوشال ميديا ليه؟ لان انا عارف ان السوشال ميديا هي عبارة عن دردشت الناس مع بعضها بس بقت على الهوم الناس كتب لكينا بتقعد عليها تتكلم صح كينا؟ دلوقتي بيعودوا على الايه؟ على الفيس يتكلموا فاهم لكن في النهاية كل واحد مننا في مكان بيشوف اللي بيتعامل لو حد بيتعامل مع مستشفى والمستشفى بقدمت له خدمة كويسة شاف لو حد بيتعامل مع مدرسة ولقى المدرسة كويسة شاف لو حد بيتعامل هنا مع مركز طبي جوه قرية زي كده ما كانتش موجودة وكان يروح مستشفى ده منهور شاف لو كان النهارده الخدمات اللي بتقدم دي في السجل المدني وي 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 كان قبل كده بيتحرك يروح حتة تانية ولقى المركز ده او لقى السجل مجمع الخدمات ده قدام منه شاف لو واحد مننا شاف الترعوة بتتعامل لها بلاطات خرصانية شاف الطريق شاف فطب انا بقولي الكلام ده ليه بطمنك على انك انت بتقول للجيل ده 2011 شاف الاحداث اللي حصلت صحيح اللي بي يا محمد اللي بيتولى قلوب العباد رب العباد مين بقى رب العباد وكل واحد بياخد نصيبه كل واحد ايه بياخد نصيبه فاللي بيتولى الامور ربنا اذا كنا احنا بنؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ماسك الدنيا كده مهيمن مهيمن فخليك مع مين مع ربنا دي واحد طب احنا كدولة بنجري على قد طاقتنا لا يا محمد والله العظيم اكتر من طاقتنا لا لا ان مش جهد هو انا الوحدي ما بيكم هو كل مزارع النهاردة زرع بيكم هو في حاجة الوحدينا هو الطريق اللي بتعمل ده وهو بس الناس بتكلم عطر وليها محمد خلي بالك لان الناس تعودت على ان هو ده اللي يعني لازمته ايه ده خطة خطة كانت بالمناسبة يعني عايتين تسأله بقى وتحاسبه فيها مين حاسب الدكتور سعيد الدكتور مصطفى لان دكتور مصطفى نعم كان مسك التخطيط العمراني للدولة المصرية مش كده ولا انا فكان شايف كل الكلام ده ويقول لك ايه اللي كنت شايف عايز اعمله بس مش قادر عايز اعمله بس مش قادر طب عليك درت اه دكتور جاب لنا الكلام اهو كده لا طبعا حاضر هقول لك على حاجة محمد تعرفها وليكو كلكو في القاهرة حجم الانفاق اللي كان بيهضر في الطرق تمانية مليار دولار سنوية عايزين نبقى احنا بنتكلم على مستوانا كافراد نبقى منتبهين ان التاسيرات بتاعت اي حاجة انت بتعملها الدكتورة ابو سينة كانت بتتكلم بتقول ان مثلا حقنا غالية شوية وكانت متوفرة وكده يعني ولو نقدر اكتر من كده الدكتورة اعمل معلش 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 ما الدكتورة ابو سينة تكلمت هنا فمعلش يعني فطيب معلش اقصد اقول فلو كان اختر فيه عندنا فرصة اكتر من كده محمد هنعمل اكتر من كده بس هقول لك الموضوع الصناعة احنا شغالين فيه دلوقتي جامد قوي الصناعة شغالين فيها جامد قوي ليه احنا بنعتبر ان هي فيها فرصة كويسة قوي تلحكتين اول حاجة تشغيل يعني تزود شغل الناس العمالة يعني الحاجة رقم اتنين انها تزود ناتج المحل بشكل كويس الحاجة رقم تلاتة لو صدرنا يجيبنا دلار لو كفينا مش هنشتري بالدلار مش هنشتري ايه بدلاري حاضر رحاضروا سمعني ف يعني عايز اقولك ايه طول ما احنا ماشيين بالمناسبة عن محمد خلينا اكلمك وانا قلت الكلام ده مش هنا في مصر كنت قلتو في مؤتمر في زنبيا فقلت ايه كل ساعة ساعة الدولة تضيحها في اقتتال في اقتتال ده خراب سنين ده خراب ايه سنين بدل ما تختلف معايا اشتغل انت من حقك تختلف وترفض بس اشتغل ما تحرنش وايه وتقف اشتغل 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 لا احنا بقى عايز اقولكم ان فيه برنامج النهاردة حاضر لو سمحتكم بالله بصر جميلة بالله تقول شوفوا يا مصريين كلكم ليكم كلكم كل ما حتصبروا وتقولوا يا رب تشتغلوا ربنا حيغير حالنا الاحزم شكرا يا فندم لساعة صدر حضرتك هو كل حد فينا بس ومن اهاي البحيرة يعني حابب يرحب بحضرتك ويقول لك كلمة بس طبعا لدي الوقت يعني اسمح لي بما ان بنت محفظة البحيرة ومن الشباب وسيدة فاتكلم بالسامكم بعد اذنكم وانا الرسالة شكر وامتنان لحضرتك على كل حاجة وعلى زيارة وتشريف حضرتك لنا النهاردة وباسم الشباب والمرأة اشكر حضرتك لاننا وصلنا لتمكين ما كناش نحلم به سابقا لكن ده كان تم بفضل حضرتك شكرا وتشرفنا بوجود حضرتك النهاردة يا فد شكر جدا وتفضل تفضل اشتركوا في القناة